يمكن توضيح كيفية تقدير معادلة الاتجاه العام الخطي للسلسلة الزمنية من خلال المثال التالي الجدول التالي يمثل سلسلة زمنية لتكلفة إنتاج إحدى السلع بالألف ريال والمطلوب رقم 1 تقدير معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية رقم 2 تقدير القيم الاتجاهية لعامي 2002 و2006 ثم تخليص قيم العامين السابقين من أثر الاتجاه العام رقم 3 تقدير التكلفة لعامي 2010 و2020 رقم 1 تقدير معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية Y hat يساوي B0 زائد B1X بالخطوات الآتية رقم 1 باعتبار أن سنة الأساس هي سنة 2000 يتم تكوين الجدول التالي للحصول على المجميع المطلوبة لتقدير معادلة الاتجاه العام العمود الأول في هذا الجدول هو عمود السنة العمود الثاني هو قيم المتغير Y العمود الثالث هو قيم المتغير X نقوم بحسابه باعتبار أن سنة الأساس هي سنة 2000 نقوم بوضع صفر أمام سنة 2000 ثم 1 ثم 2 بالترتيب إلى نصل إلى سنة 2009 يكون أمامها تسعة نقوم بجمع قيم هذا العمود لنحصل على المجموع سميشن X وأيضا نقوم بجمع عمود قيم Y لنحصل على سميشن Y العمود رقم 4 هو عمود حاصل ضرب قيم X في قيم Y أي يمكن الحصول عليه بضرب قيم العمود رقم 2 بقيم العمود رقم 3 أي 0 في 15 يساوي 0 و 16 في 1 يساوي 16 وهكذا ثم نقوم بجمع قيم هذا العمود لنحصل على المجموع سميشن X في Y العمود رقم 5 هو عمود مربعات قيم X نقوم بتربيع قيم X هكذا تربيع صفر بصفر تربيع واحد بواحد تربيع اثنين أربعة وهكذا ثم نقوم بجمع قيم هذا العمود لنحصل على مجموع سميشن X تربيع ثم نستخدم هذه المجامية التي حصلنا عليها من الجدول لتقدير كل ميم بواحد و بصفر كما يلي بواحد يساوي N بصميشن X Y نقص صميشن X في صميشن Y على N بصميشن X تربيع نقص صميشن X لكل تربيع حيث N هو عدد أزواج القيم يساوي 10 10 في 1056 نقص 45 في 208 على 10 في 2085 نقص 45 تربيع يساوي 1.45 من 100 أي أن بصف خطأ أي أن بواحد يساوي 1.45 من 100 ثم نقوم بتقدير بصف صميشن Y على N نقص B1 صميشن X على N أي 218 على 10 نقص 1.45 من 100 ب45 على 10 يساوي 14 و 3 من 10 أي أن بصف يساوي 14 و 3 من 10 بالتعويض في معادلة في معادلة الاتجاه العام وهي ويهات يساوي B0 زائد B1 X بقيمتي B0 و B1 نحصل على معادلة الاتجاه العام المقدرة وهي ويهات يساوي 14.3 من 10 زائد 1.45 من 100 X ويمكن استخدام هذه المعادلة في التنبع بقيم Y رقم 2 تقدير القيم الاتجاهية لعامي 2000 و خطأ تقدير القيم الاتجاهية لعامي 2002 و2006 بالتعويض في معادلة الاتجاه العام بقيم X المقابلة لعامي 2002 و2006 نحصل على القيم الاتجاهية لعامي 2002 و2006 ثم نخلص هذه القيم من أصل الاتجاه العام كمالي القيمة مخلصة من أصل الاتجاه العام تساوي القيمة الاتجاهية على القيمة الفعلية في 100 القيمة الاتجاهية لعام 2002 نحصل عليها بالتعويض في معادلة الاتجاه العام المقدرة عن X تساوي 2 وهي قيمة X المقابلة لعام 2002 في الجدول فنجد النواية تساوي 14.3 زائد 1.45 من 100 في 2 هي تساوي 17.2 من 10 أي أن القيمة الاتجاهية لعام 2002 تساوي 17.2 من 10 تخليص قيمة عام 2002 من أثر الاتجاه العام القيمة مخلصة من أصل الاتجاه العام تساوي 17.2 من 10 أي القيمة الاتجاهية على 17 وهي القيمة الفعلية وهذه القيمة موجودة في الجدول وهي قيمة Y المقابلة لعام 2002 أي 17.2 من 10 على 17 في 100 يساوي 111 و18 من 100 في 100 القيمة الاتجاهية لعام 2006 نحصل عليها بالتعويض في معادلة الاتجاه العام المقدرة عن X تساوي 6 وهي قيمة X المقابلة لعام 2006 في الجدول وبالتالي نجد أن القيمة الاتجاهية Y تساوي 14.3 من 10 زائد 1 و 45 من 100 في 6 تساوي 23 أي أن القيمة الاتجاهية العام 2006 تساوي 23 تقليص قيمة عام 2006 من أثر الاتجاه العام القيمة مخلصة من أثر الاتجاه العام تساوي القيمة الاتجاهية 23 على القيمة الفعلية وهذه القيمة موجودة في الجدول وهي القيمة المقابلة أو قيمة Y المقابلة لعام 2006 في الجدول 23 على 22 في 100 يساوي 14 و 54 من 100 في المية لتقدير التكلفة لعام 2010 نقوم بحساب قيمة X لعام 2010 بالمعادلة X تساوي السنة المراد تقديرها ناقص سنة الأساس أي تساوي 2010 ناقص 2000 تساوي 10 وبالتالي فإن قيمة X لعام 2010 تساوي 10 ثم نقوم بالتعويض في معادلة الاتجاه العام عن X تساوي 10 حيث Y تساوي 14 و 3 من 10 زائد 1 و 45 من 100 في 10 تساوي 28 و 8 من 10 أي أن التكلفة المقدرة لعام 2010 تساوي 28 و 8 من 10 ألف ريال ثانيا تقدير التكلفة لعام 2020 لتقدير التكلفة لعام 2020 نقوم بحساب قيمة X لعام 2020 X تساوي السنة المراد تقديرها نقص سنة الأساس هي تساوي 2020 نقص 2020 إذن قيمة X لعام 2020 تساوي 20 نقوم بالتعويض في معادلة الاتجاه العام المقدرة عن X تساوي 20 وبالتالي فإن نوعية هات تساوي 14 و 3 من 10 زائد 1 45 من 100 في 20 تساوي 43 و 3 من 10 أي أن التكلفة المقدرة لعام 2020 تساوي 43 و 3 من 10 ألف ريال تساوي تساوي